موسيقى بالنسبة لتشخيص ورام بروستات كنا حكينا انه كلما كان الكشف مبكر كان افضل والكشف المبكر عند الرجال لكشف ورام بروستات هي سهل جدا هو عبارة عن تحليل دم سهل وغير مكلف هو تحليل اسمه بي اس بي اس ا فهذا التحليل بمجرد ارتفاعه باحتمال اصابة المريض بورام بروستات كثير عالي فبيضطر انه يراجع طبيب بوليب بيعمله خزعة والخزعة كمان اجراء سهل وغير راض وغير مكلف وغير مؤذي ولا يسبب مثل الشائع انتشار للمرض الخزعة هي عبارة عن ابري رفيعة بتفوت بالمكان الاصابة وبتاخد جزء او خلايا من الورام لتحليل النسيجي فبيكشفنا الوجود الورام دائما نفكر بالاجراء التحليل عند اغلبية الرجال او كل الرجال فوق العمر الخمسين وكل ما كان فيه اصابة عائلية لقارب من الدرجة الاولى او التانى ممكن ان الرجل يعمل التحليل بشكل بوقت مبكر اكتر الوقت اللي يتشخص ورام بروستات مبكر فعلاجه بيكون سهل اما بالجراحة او بالعلاج الشوعي ما منتمنى انه يكون نتشخص المرض بمرحلة الانتقال لانه لح يكون علاجه صعب وطويل بينما كعلاج جراحي ممكن يكون عبارة عن فترة نقاها ما بتتعدى عدة اسابيع بعدين برجع المريض لحياته الطبيعية مع اختلاطات ومضعفات قليلة جدا بينما اذا وصلنا لمرحلة تأخر المريض بالتشخيص لحنا نواجه نصل لمرحلة المعالجات الهرمونية والمعالجات الكيموية والمعالجات الهدفية اللي ما منتمنىها لأي احد هي معالجات بمجملها معالجات سهلة نسبيا لكن بدل انه الكشف المبكر هو مقابل الشفاء التام بينما المعالجات او الكشف المتأخر سيؤدي الى معالجات طويلة لفترة طويلة ممكن يضطر المريض يأخذ العلاج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة